بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حي الله الإخوة الدارسين في هذا الدرس الجديد من دروس مقرر الثقافة الإسلامية أيها الإخوة بعد أن انتهينا من القسم الأول من أقسام هذا المقرر وهو الذي تناولت فيه المجتمع المسلم ومفهومه والأسس التي يبنى عليها والمبادئ التي يتكون منها وسماته وخصائصه وأسباب تقوية الروابط الاجتماعي فيه وعرضت لبعض المشاكل الاجتماعية فيه وسبور الوقاية منها سأبدأ اليوم بإذن الله تعالى في القسم الثاني من أقسام المقرر وهو قسم الأسرة المسلمة وسأتكلم في هذا اللقاء عن أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام فأقول ومن الله أستمد العون والتوفيق لقد اهتم الإسلام بالأسرة المسلمة اهتماما كبيرا واعتنى بها عناية فائقة وأحاطها برعاية عظيمة وذلك لأنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم الذي يتكون من مجموع الأسر ولأنها السبب في تحقيق النمو الجسدي والعاطفي وتلبية المطالب النفسية والروحية والجسدية باعتدال ووسطية ولأنها أيضا السبب في تحقيق السكن النفسي والطمأنينة قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بالإضافة إلى أن الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعين وتربيتهم وتحقيق عاطفة الأبوة والبنوة وحفظ الأنساب أما إذا أردنا أن نتكلم عن المكانة التي حظيت بها المرأة في المجتمعات الإسلامية فقبل أن نتكلم عن هذا الأمر لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير الإسلامية القديمة منها والحديثة وذلك ليبرز بجلاء ووضوح فضل الإسلام على المرأة وتكريمه وعنايته لها وصونها من الانحراف والانزلاق في مهاوي الردى ومن تلك المجتمعات على سبيل المثال المجتمع اليوناني فالمرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية والحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية كما كانت تباع وتشترى ولا تحظى باحترام ولا تقدير وأيضا في المجتمعات الرومانية كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماما كالصغير والمجنون وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها وتصير في حكم ابنته وممتلكاته أما في المجتمعات الهندية فكانت المرأة عندهم قاصرة غير مكلفة ليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ابنها وهي في نظرهم مصدر شؤم ومدنسة لكل شيء تمسه فإما تزوجها توجب عليها أن تحرق نفسها وإلا تعرضت الهواني والعذاب وأما في المجتمعات اليهودية فاليهود يعتبرون المرأة في تعاليم دينهم المحرفة لعنة لأنها عندهم أصل الشرور ومنبع الخطايا وهي بزعمهم أغرت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة الملعونة ويعدونها أيضا نجسة في أيام عادتها وهي عندهم كذلك قاصرة بمرتبة الخادمة ولأبيها الحق في بيعها وهي محرومة من حقوقها كالميراث وغيره من الحقوق الأخرى وأيضا في المجتمع النصراني كذلك ليس لها كرامة ولا مكانة فكانوا يشككون في إنسانية المرأة وليس لها عندهم حق في التملك ولا في التعبير عن نفسها وآرائها بل إنهم أباحوا بيعها في بعض الأحيان كما أنهم كانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ويزهدون بها وإن كانت عن طريق مشروع وذلك طلبا للرهبانية والتقرب إلى الله بزعمهم هذا في المجتمعات غير العربية أما في المجتمعات العربية قبل الإسلام يعني في المجتمع العربي في الجاهلية فكانت العرب في الجاهلية يتشاؤمون من ولادة الأنثى كما قال الله جل وعلا عن حالهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الراي ولو كان ذلك في أخصي خصوصياتها اختيار الزوج مثلا أيضا ليس لها حق في الميراث ولا لها حق في المهر وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين ولا للطلاق عدد محدود بل تعد زوجة الأبي إرثا لأكبر أبناء الميت من غيرها فيحق له أن يتزوج زوجة أبيه أيضا هذا حال المرأة في المجتمعات غير المسلمة أما في المجتمع المسلم فقد أنصف الإسلام المرأة وأعطاها حقوقها المتنوعة ورد لها اعتبارها فحفظ الإسلام مكانتها وأعطاها حقوقها كاملة ولها مكانة عالية ومنزلة رفيعة في الدين الإسلامي ومن مظاهر ذلك التكريم وتلك المنزلة ما يلي أولا أن الإسلام أقر بإنسانية المرأة وكرمتها وأنها مخلوقة من جنس الرجل وهي إنسانة مثله تماما في الخلقة وأصل الكرامة قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كما أن الإسلام برأها مما ألصقه بها أصحاب الديانات الأخرى كما ذكرنا عند اليهود والنصارى من أنها أصل المصائب وأنها سبب خروج آدم من الجنة فقال جل وعلا بيانا لهذا الأمر فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه الإسلام حرم التشاؤم بولدتها أو التعرض لحياتها بغير حق بأي شكل من الأشكال الإسلام أمر بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها وأيا كانت صفتها سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو غير ذلك أما الأم فيتبين هذا في قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأيضا كما هو الحديث المعروف المشهور الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى آت يسأله عن أحق الناس بحسن صحبته فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات أيضا في البنت حيث رغب الإسلام في تربيتها والإحسان إليها ورتب الأجر العظيم على ذلك فروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار وأما الزوجة فقد أمر الإسلام بإكرامها والإحسان إليها والرفق بها في آيات وأحاديث كثيرة منها قول البالي جل وعلا وعاشرهن بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا الإسلام أيضا جعل المرأة أهلا للتكليف فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيضا من صور التكريم أن الإسلام أعطى المرأة حقوقا مالية كاملة بعد أن كانت محرومة منها فلها الحق في الميراث ولها الحق في المهر ولها أن تتصرف فيما تملك وفق حدود الشرع دون أي تسلط من أحد زوجا كان أو أبا أو أخا أيضا من صور التكريم أن الإسلام جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي بعد أن كانت مسلوبة من ذلك كما شرع لها الحق أيضا في إبداء رأيها في الزواج بمن تقدم لخطبتها وأن تشترط ما تراه مناسبا لها هذه جملة من صور التكريم التي حفظها الإسلام وكفلها للمرأة وإذا أمعنا النظر فيها رأينا أن وضع المرأة في الإسلام وضع حشمة وكرامة ولها حقوق كاملة ولها دور الريادي تقوم به وهي صورة ناصعة البياضي في حقيقتها والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر